وارجعنا لكم مع ازاي المشاهدين بعد الفاصل وفكرة الخير والحسنات وكلامي معاكم النهاردة حيكون المعادلة الصعبة واللي لو نجحنا فعلا في تطبيقها هنفوز بأعلى وأقيم شيء وهي جنة الخلد اللي ربنا وعدنا بيها سبحانه وتعالى ورزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصدقين هنتكلم معاكم عن ازاي نفوز بدنا ودنيتنا مع بعض عارفة انها معادلة صعبة جدا وصعبة حقيقها لكن النهاردة هتكون معانا صحبة الشيخ الفضل العظيم الشيخ عبدو الأزهري اللي هيكلمنا عن كل ده من علماء الأزهر الشريف مولانا شيخ عبدو احنا بنرحب لحضرتك ربنا يبارك عمرك ربنا يبارك فيك يا رب الله يكلمك الشيخ عبدو عايزين نعرف من حضرتك طبعا فضل الصدقة والتبرعات في تحقيق المعادلة دي سبحان الله الإنسان لن يموت حتى يستوفي رزقه وأجله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجمله في الطلب وده معنى إن لو الإنسان هرب من الرزق بتاعه الرزق هو اللي حيجر وراه لن تموت يعني مش ممكن الإنسان يموت غير لما يأتيه رزقه ومن القصص العجيبة جدا واحد قاعد بيتخيل كده عنده نملة في البيت فالنملة دي لها رزق موجود في الصين في حقل من حقول الأرزة عند فلاح صين اي إزاي الرزق حينتقل من الصين لحد ما ييجي للنملة اللي عنده في البيت فسبحان الله الفلاح ده يحصد الرز ويوديه للتاجر اللي هو حيصدره لمصر وفيه تاجر ياخده والراجل في اليوم ده يروح السوبر ماركت ويشتري الكيس اللي فيه الحبة دي وست الكل تسوي الكيس وبعدين وهو قاعد بياكل فيه حبات رز تقع النملة طلع من بيتها الصبح علشان تجيب الأكل بتاعها فتاخد الحبة وتربع ده رزقها رزقها كأننا كلنا شغالين علشان نوصل الله رزقها ما فيش حد رزقه حينقص أبدا ولكن مسألة الإنفاق والصدقات محتاجة يقين في الله عز وجل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا ثلاثة أقسم عليهم يعني الرسول بيقول لنا كده أقسم بالله العظيم ما نقص ماله عبد من صدقة ما فيش حد بيتصدق وفلوسه بتنقص أبدا ربنا بيزدها له ربنا بيبارك فيها وبيزدها وبيفتح له أباب رزق تانية طبعا بس إحنا أحيانا نقول أنا مثلا معايا عشر تلاف جنيه رحت اتبرعت بألف جنيه اللي معايا كام؟ تسعة تسعة الرسول بيقول لنا لأ إحنا المعادلة مش كده المعادلة أن أنت كنت ممكن في اليوم ده حد من الأولاد يتعب تخيل بقى الألم النفسي وفي نفس الوقت الإنفاق اللي هنفقه على الموضوع ده فالصدقة تقي مصارع السوء يعني هي زي درعي كده بيحمي الإنسان من صدامة بيحصنه بيحصنه وبيرفع عنه بلاء وبيرفع عنه مصائب فعلشان كده الإنسان لابد وأن يكون كثير الصدقة ده كمان في بعض الناس يعني بيقعد يستنى كده يقول أنا عاوز أتصدق بس هستنى كده إيه كم يوم أجمع فلوس أو لما ربنا يبعات لي فلوس هتصدق لا ما نعملش كده الإنسان أول ما تجي له فلوس ونفسه يتصدق يبادر ويسارع في الصدقة ايه ليه لأن هي دي اللي هتفتح له الأبواب حتى ولو كانت صغيرة جدا سيدة عائشة جيه سائل خبط على الباب وبعدين كان في البيت عندها حبة عنب تخيل بقى راجل بالغ عاقل كده وجعان فهندله حبة عنب فدت له لحبة عنب فمساكها يعني هعمل بها إيه دي فقالت يا هذا أتدري كم في هذه الحبة من مثقال ذرة يعني الحسن البصري كان عنده تلميذ وكان بروح للمسجد يدي دروس بعدين قال للتلميذ بتاعه جهز لنا طعام الغداء فجهز الغداء وبعدين خبط حد على الباب فقال من قال سائل جائع أنا واحد جعان فرح مقدم له الأكل كله فالرجل أخذ الصينية وإيه ومشى ومشي جاء الحسن البصري بيقول له أين الطعام قال والله لقد جاء أنا سائل جائع فأعطيتوه الطعام قال يا لك من رجل كثير اليقين قليل العلم وانت لو بتفهم كنت أسامت الأكل حتى نصين اديته النص وسبت لنا النص بزر وهم وقفين الباب خبط الأمير كان بعث له وليمة يعني معجب بيه وكده فقال نغديه النهاردة على حسابنا فأول ما دخل الخادم بتاع الأمير الخادم بتاع الحسن البصري قال يا لك من رجل كثير العلم قليل اليقين احنا عاوزين يبقى عندنا يقين ثقة في الله عز وجل أن هذا المال لا ينقص من الصدقة أبدا الصدقة مش بتنقص الفلوس الصدقة بتفتح أبواب الصدقة فيها بركة الصدقة فيها حفظ اللي عايز أموره تيسر شوف ربنا يقول لنا في الكرآن إيه إن سعياكم لشتى سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعياكم لشتى كل واحد بيمشي في الدنيا في طريق بس في طريقين كده في طريق اليسر وطريق العسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن يسره لليسر و أما من بخلاء واستغنى وكذب بالحسن فسن يسره للعسر الإنسان عليه أن يختار أنت تسير في طريق اليسر وإلا في طريق العسر بعض ما سيقول لك السامة معيش لا الفقير المؤمن يتصدق الفقير المؤمن يعني هو فقير بس مؤمن يتصدق والغني البقير لا يتصدق فحنا عايزين يبقى عندنا نوع من أنواع اللي يقين في الله عز وجل ونعم والرغبة في ما عند الله عز وجل وأكون متأقن أن الله عز وجل يرفع البلاء بالصدقة أن الله عز وجل يغفر الذنوب بالصدقة أن الله عز وجل يعني يفتح الأبواب وأبواب الرزق بالصدقات ونعم بالله طبعا فضلت الشيخ عبدو عايزين برضو نعرف شواهد من القرآن والسنة النبوية بتأكد قيمة الدنيا والدين يا سلام على السؤال الجميع عندنا في غزوة أحد كان درس كبير جدا للمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم كان جغرافيا المكان كله كان كواس جدا غير أن فيه جبل جنبي ممر الجبل ده اسمه الآن جبل الرما اختار خمسين رامي يقفوا فوق الجبل وقال لهم لو رأيتمونا ننتصر لو احنا انتصرنا على المشركين لا تشاركون الغنائم ما تنزلوش تخدم معنا الغنائم ولو رأيتمونا ننهزم فلا تنصرونا ما تنزلوش برضا ولو رأيتمونا يتخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم يعني حتى لو المسلمين قتلوا في أرض المعركة والطيور بقت تنزل تأكل منهم ما تنزلوش افضروا في مكانكم تحت أي ظرف في أول المعركة انتصر المسلمون انتصار صاحق جدا على المشركين فطلعوا يجروا بدأوا يعملوا حاجة بقى السؤال بتاع حضرتك الكفار يرموا المتاع بتاعهم الدروع بتاعتهم الأموال اللي كانت معهم علشان يقدروا يهربوا فتخففوا من الأموال من الدنيا المسلمين وقفين فوق الجبل قالوا الغنيمة الغنيمة ده فلوس كتير نلازم ايه؟ ننزل ننزل فقاموا نزلين سيدنا عبد الله بن جبير القائد بتاعهم قاعد يبنعهم زقوه وقال لهم ما تنزلوش وقال لهم ما تنزلوش الرسول بنفسه اللي كان واقف معهم قالوا ما تنزلوش نزلوا جر أربعين واحد من الخمسين يعني تمانين في المية من قوة الرماه نزلوا على أرض المعركة سيدنا خالد بن ليد لف من وراء الجيش وحصلت المقتلة العظيمة في جيش المسلمين فكان التعليق القرآني بقى على الموضوع ده إن سبب الانهزام وسبب الانكسار منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أول ما الدنيا تدخل جوه أقلوبنا ونتنفسها إيه اللي هيحصل هتحصل الهزيمة دي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة قال للصحابة اصطفوا حتى أثني على ربي وقفوا بعد عشان أحمد ربنا قالوا اللهم لك الحمد كله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم لا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت اللهم لا باصة لما قبط ولا قابد لما بسط اللهم أفض علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك العظيم اللهم أحينا مسلمين وأميتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين سبحان الله الدنيا إذا دخلت القلب أغلقت كل شيء كانت سبب هزيمة نسيت كل حاجة آه الإنسان ينسى كل حاجة بعدين ربنا يقول لنا في الكرآن في دعاء لطيف كده ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب المر يعني ما نخليش الدنيا هي الأساس ولكن الأخيرة هي الأساس وبنسعى في الدنيا حتى ننول رضا الله سبحانه وتعالى اللهم أمين يا رب فضلت الشيخ احنا دلوقتي معنا تقرير عن أعمال استكمال وتجديد مسجد الرحمن اللي موجود في عزبة الحنجيري مركز دي كرنس محافظة الدهلية هنشوف التقرير ونرجع من قبل نكمل كلامنا إن شاء الله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين من هنا من مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري بمركز دي كرنس محافظة الدهلية جئنا على أرض الواقع لنرى هذا الصرح العظيم ما يربو عن سبعمائة متر بفضل الله تبارك وتعالى بعد أن كان مسجدا صغيرا لا يكفي بضعة عشرات من الرجال ما شاء الله تبارك الله المسجد الآن أصبح يسع الآلاف بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل هذه الجهود المباركة والحفيثة لهذه المؤسسة المحترمة المؤسسة التي منى الله على هذه المؤسسة برجال يحبون الخير ويسعون إلى كل باب من أبواب الفضل وخاصة إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى هي مؤسسة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تيجي هنا وتشوف هذا المكان المسجد الوحيل في هذه العزبة وأنا باحترم جدا جدا التفاصيل علشان أعيش السادة المشاهدين الكرام في تفاصيل هذه الأماكن وهذه البيوت المباركة زي ما حضرتك شايف كده المسجد الآن واقف على صبت الخرصانة اللي هي السقف بفضل الله تبارك وتعالى لسه قدامنا القبة ولسه قدامنا المئذنة لسه قدامنا مشوار طويل لكن خلينا ناخد خطوة خطوة الخطوة الحالية نحتاج إلى خمستاشر طن حديد فورا ياريت النهاردة قبل بكرة ياريت ألاقي دلوقتي خمستاشر متصل كل متصل يقول أنا متبرع بطن حديد الأرقام على الشيطان لا يمنعك إلا أن تراودك نفسك عن الحق وعن الخير وتمنعك من المعروف الإنسان إذا نوى الصدقة فتح له الشيطان سبعين بابا اعلم أن الله تبارك وتعالى مادام قد أذن لك تسمعني الآن وأن تشاهدني الآن وأن تنظر بقلبك لا بعينك وتسمع بقلبك لا بأذنك أن تراني الآن في هذا الموقع موقع بناء مسجد الرحمن بعزبة الحنغيري في محافظة الدقاهلية إذن فأنت مسعود بفضل الله تبارك وتعالى بل أقول أنت موفق وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله محتاجين دلوقتي حالاً 15 متصل يتصل بالأرقام اللي على الشاشة يقول أنا متكفل بطن حديد أو بال15 طن حديد علشان نقدر نكمل إن شاء الله صبت السقف وبعدين ندخل في مرحلة القبة ثم المئذنة ثم يعني ما يليه بعد ذلك من إنجازات إن شاء الله تخيل بقى 700 متر دول حصل إيه عشان يتم بناءهم تخيل كل متر كام واحد من أهل الفضل والبر والمعروف ساهم فيهم كام واحد ساب القاهرة واللي ساب الصعيد واللي ساب وجه إبلي واللي ساب بحري وجه بنفسه هنا في مسجد وعلى فكرة المسجد على الطريق يعني حضرتك تقدر تاخد عربيتك وتقدر تيجي بنفسك وتشوف بنفسك على أرض الواقع تشوف المسجد محتاج إيه يا سلام لو حضرتك جيت وقلت والله أنا متكفل بكل الدهانات بكل الأخشاب اللي موجودة في المسجد بكل السباكة بكل الإنارة هو ده اللي احنا طلبينه ربنا سبحانه وتعالى لما قال في بيوت أذن الله أن ترفع تحدث بعد هذه الآية فقال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع أذن الذين يقومون ببناء هذه المساجد ويقومون برفع قواعدها كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يفعل ذلك إلا بتوفيق الله لأن الله يحبهم لأن الله أحب منهم الخير لما كان واحد من الصالحين يلاقي نفسه كده عنده كسل مش عارف يقوم يصلي ركعتين قيام ليل ولا عارف يتصدق كان يصرخ ويبكي ويقول أخاف أن يكون الله كاره صلاتي فأقعدني عنها أن يكون الله سبحانه وتعالى كاره صدقتي فأقعدني عنها فالقضية قضية ماذا ادخرت لنفسك عند الله سبحانه وتعالى ماذا أبقيت لنفسك عند الله سبحانه وتعالى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لديما نقول وذكر الناس به سيدنا النبي قالها واضحة وصريحة أنت لا تملك عند الله تعالى إلا ما قدمت لله في حياتك قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا قال فما أنفقت لله في بيت الله قال فما أنفقت لله فهو مالك وما تركت فهو مال ورثتك ودائما وأبدا تذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات ابن آدم انقطعا انقطعا انفصل عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو والد صالح يدعو له الثلاثة هنا بركاتهم هنا رحمات الله هنا بركاته هنا مكان منير بنور الله تبارك وتعالى بيت من بيوت الله يستغيث بكم نريد أن نتمم هذا البناء على خير إن شاء الله محتاجين دلوقتي اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة نزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم بادر وسارع واحجز مقعدك في الجنة تقبل الله مننا وكم صالح الأعمال ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من تاني فضلت الشيخ عبدو عايزين نعرف من حضرتك فضل التبرع لبناء المساجد المسجد زي ما قال فضلت الشيخ عيدو هي لفتة طيبة جدا وكأن المسجد هذا اختيار من الله عز وجل للإنسان يعني سيدنا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إن أول بيت يوضع للناس للذي بمكة والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنى أول مسجد بعد ذلك وهو مسجد قباء وبعد كده مسجد المدينة المنورة فكأنها سنة الأنبياء أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وبعدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكأننا أول حاجة بنستن ونقتدي بسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بناء المسجد النبوي كان لطفلين يتيمين فحبوا يتبرعوا للمسجد بالأرض الطفلين النبي صلى الله عليه وسلم رفض أنه يأخذ هذه الأرض التبرع لي علشان يكون هذا المسجد ملك لكل المسلمين فإحنا بقى لما بناخد الخطوة دي رقم واحد أنا بعمل عمل أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكأنني أقول يا رب أنني أقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم وأنني أساهم في بيتك وأنني أرجو بذلك بيت في الجنة كلمة بيت في الجنة بعض الناس بيستقل لها شوية أو مش فهم معناها أوي فإحنا عايزين بقى نوضح يعني إيه بيت في الجنة بيت في الجنة ده معناه ملك أو ملك للإنسان في الجنة أنا بقيت صاحب أملاك في الجنة أنا معايا تذكرة الدخول للجنة طبعا مش بيت في الدنيا مش بيت في الدنيا ده إحنا عندنا دلوقتي لو في واحد ساكن في كومباوند كبير أو حاجة ييجي واحد يقول له أنت زائر ولا مالك المالك بيدخل من غير ما يقف على بوابة من غير ما حد يوقفه يقول له أنت رايح فين وجاي منين إنما الزائر لازم ياخد الإذن فإحنا في الجنة أصبحنا أصحاب أملاك أنا أصبح لي بيت في الجنة وزي ما فضلت الشيخ حيد قال هذا توفيق من الله يعني بقول لأي حد وطبعا الرسالة اللي بنأكد عليها تبرع في المسجد ولو مرة واحدة في العمر أي حد بقى بيسمعنا الآن ما الذي منعك إلى الآن أن تكون مساهما في مسجد ليه ما تبرعتش واللي تبرع لماذا تتقاعس الآن عن التبرع لمسجد آخر محتاج إحنا شوفنا ما شاء الله اللهم بارك يا رب المسجد حاجة تشرح القلب يعني بنشوف مسجد زي ده ممكن يعيش أكتر من 200 سنة يعني الخرصانات والتسليح ده ودي حاجة جيدة جدا علشان يكون عمره طويل علشان تتربى فيه أجيال علشان الصدقة تكون مثمرة لأكبر فترة ممكنة إحنا دايما بنمتدح الناس اللي هي بتساهم في بداية العمل ونقول السابقون الأولون وسارعوا وسابقوا ولكن هذا المسجد سيظل متوقف على هذه الحالة حتى التشطيب يعني هم بنقول بقى يعني ختمه مسك أنت ملحقتش في الأول فكن بنية الذي يريد أن يكون هذا المسجد فيه خير وفيه الآذان يرفع وفيه الصلاة تقام إن شاء الله يعني ربنا يشرح صدرك بذلك ويرفع درجتك بذلك ويبارك لك في أولادك بذلك ويخلف عليك مالك في ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني وأنفقوا مما رزقناكم من قبلي أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إن كنا لسا بمتكلم عن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه خد مجموعة من الطلبة بعدين راح المقابر وقال لهم كل واحد يوقف قدام قبر ما يعرفوش قبره أيا كان القبر ده وبعدين اسأل اللي في القبر وبعد ما تسأل جاوب مكانه يعني أنا مسأل ويجاوب ويجاوب ما هو كده كده حيسأل محدش هيرود ده فأنا واقف قدام القبر فبقول له الموت كان عامل إزاي أول ليلة في القبر قضيتها كيف كان سؤال القبر كان عامل إزاي ظلمة القبر أخبرها إيه الأعمال الصلاحة اللي أنت عملتها والأعمال غير الصلاحة فقعد يسأل من في القبر بعدين جاء لأحد طلابه فقال له إيه الأسئلة فقعد يقول له الأسئلة اللي هو سألها والرد عليها فقال له يعني اللي في القبر ده يتمنى يعمل إيه قال يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيسجد لله السجدة أو يتصدق صدقة أو يذكر لله ذكر واحد فقال كن صاحب هذا القبر كأنك بقى كنت جوه وطلعت وقدامك الفرصة دي بجد إن إحنا أحيانا لا نقيم الفرصة إلا لما بتضيع يبقى الواحد معه فلوس يبقى دمين بعد كده يبقى أنت نتمنى أنك أنت ضيعت الفرصة ما هو بيقول إيه فأصدق وأكم من الصالحين قال له كن صاحب هذا القبر أي حد بيسمعنا الآن كن كأن الله عز وجل أخرجك من قبرك وأعطاك الفرصة بالضبط أنت قادر دلوقتي تتصدق قادر دلوقتي حتى بنقول لبعض الناس يقولوا الظروف صعبة مش قادرين تقدر تكلم صحابك تقدر تكتب على أي جروب يا جمعة في مسجد في المكان الفلاني محتاج مساهمات ويقينا طالما أنت سعيت الدل على الخير كفاعل كفاعل وطالما سعى ربنا هيكرم وطالما سعى هياخد أجر السعي حتى لو ما فيش نتيله حتى لو هو مش قادر يدفع حتى لو هو مش قادر يساهم حتى لو مش قادر يساهم وحتى لو ما فيش حد يساهم حتى لو يا هو أجر السعي مدرد بالكلمة طبعا سبحان الله ربنا كريم سبحانه وتعالى فإحنا بنقول هذا المسجد متوقف على هذه الحالة وإحنا عايزين الأذان يرفع وقد تكون الكلمة اللي أنت حتقولها أو الجنيه اللي أنت حتدفعه أو المساهمة اللي حتساهمها هي السبب في قيام هذا المسجد لأنه كمان المسجد إحنا بالرب ولدنا يعني الدور مهم جدا للمساجد في تربية الأولاد ونشقتهم وإن أنا أعلمهم الدين والأصول وكل المبادئ الصح والنية بقى حضرتك يعني في الأولاد كمان يعني إحنا نقول يا رب أنا بتصدق علشانهم وبصلي علشانهم وبدعي علشانهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيره كسب الرجل ولده أفضل مشروع أقابل به ربنا سبحانه وتعالى إن أنا يكون عندي ابن صالح كل شوية بيدعيلي كل شوية بيتصدق لصدقة فإن لو ربنا كرامني في أولادي دي بتبقى ثمرة كبيرة جدا فإحنا عاوزين نروح المسجد نصلي ندعي نتصدق نعمر المسجد نشطب المسجد علشان خاطر الذرية الأولاد حيخلفوا أولاد صالحين والأولاد الصالحين يخلفوا أولاد صالحين ويكون ده كله في ميزان حسنات الأهل أجمعين ونعمة بالله طيب فضلت الشيخ برضو عايزين نأكد على فضل الصدقة بساعة الرزق سبحان الله هي دائما تكون مرتبطة ببعضها يعني إحنا بنشوف متى رأينا متصدقا قد افتقر نشوف نهاج دي خالص يعني كنت قاعد مع أحد المستثمرين الكبار في قطاع من القطاعات كده رقم كبير في الموضوع دي من الأسماء المشهورة جدا فقعدت بتكلم معاه فبيقول لي إن هو كان في طفولته بيقف في إشارات المرور بيبيح حاجات فبقيت مندهش حد يعني أصحاب نادي المليار والناس العظيمة دي فبقوله يعني النقلة جات إزاي قال لي إحنا كنا عددنا كأولاد كتير بابا يعني سبع تمن أولاد كده ولكن باباهم كان فقير كثير الصدقة وده اللي إحنا بيتأكد عليه فقير كثير الصدقة يعني أي فلوس بتجيله بيتصدق بيه بيتصدق بيه الأولاد في مدارس حكومية والتعليم مجاني وكل حاجة وظروفهم صعبة حتى الأولاد من صغرهم بيروحوا يشتغلوا اللي بيقرب يجيب بيقول كنا بنشتغل علشان الشلن والبريزة والربع جنيه والحاجات وسبحان الله ياثق في أحد التجار ويديله بضع والولد شاطر وأمين وهو والده هو بيموت قال لهم أنا ما سبت لكمش حاجة لم أترك لكم إلا الصدقة ومات قول والله يعني كنا بنتكعبل في الفلوس وإحنا ماشينا وأصبح ياخد توكيلات لبعض الحاجات اللي خارج مصر وربنا وسع عليه ورزقه ولذلك ومن أكثر الناس صدقة سبحان الله يعني بقى عنده الصدقة أسلوب حياة فإحنا بنقول إذا أنت بتحب أولادك اترك لهم الصدقة إذا بتحب أولادك خدهم وروح المسجد خد كده الأولاد مجموعة كده وروحه وشوف المسجد وهو بيت بني وهاته الحديد وهاته الأسمنت وسلمه للناس أو ادفع الفلوس وخلي أولادك يساهمه لأن أنت لما هتربي الأولاد على كده أنت أول واحد هتستفيد أنت لما تبقى عندك مشكلة أولادك بيحبوا يساعدوا الغريب بيحبوا يعملوا أعمال الخير فهم شايفينك باب من أبواب الجنة أنت كده بتربيهم صح إنما البخيل اللي قاعد يجيب لهم لبس ويجيب لهم شقة وإحساف في البنك ومش عارف إيه وما بيتصدقش هم بقى عقليتهم مادية بحتة إحنا عاوزين نوفر إحنا عاوزين نعمل لنفسنا فأنت أول واحد حقيق عليك ضرر هؤلاء الأبناء للأسف إحنا بنشكرك فضلت الشيخ عبد الأزهاري ربنا يبارك فيك عدرتك تسلام أعزي المشاهدين هنتلع فاصل ورجع لكم تاني استنونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر